في كلمة بمناسبة يوم البيئة الوطنية الثالث والعشرين الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام أكد صاحب السمو الشيخ خلفة بن زايد الينهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه أن العمل من أجل البيئة مسيرة قائمة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي وحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية بدأتها دولة الإمارات منذ تأسيسها وتواصلها حكومة وشعبا من أجل ضمان مستقبل أفضل لأجالنا الحالية والمقبلة وأكد سموه أن الدولة بهذه المناسبة تجدد التزامها الوطني والأخلاقي بالمحافظة على مواردنا الطبيعية وتنميتها والعمل على ضمان استدامتها